أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنذيل العظيم الرحيم لتذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم موافرون لقد حق القول على أكسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أغلالاً فهي إلى الأذفان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سجداً ومن خلفهم سجداً فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواهم عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا رب لا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو الخبين قالوا إلا فضيرنا بكم لإن لم تنذهوا لنرجمنكم وليمسل لكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنكم كوم مسركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يرد من الرحمن بذر لا تغني عني شفاءتهم شيئاً ولا ينكذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت كومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من الأكرمين وما أنذلنا على كومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذبين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميثة أحييناها وأقرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأذواج كلها مما كنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق إنه النار فإذا هم مذلمون والشمس تجري لمستقر إنها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منادل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريته في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صيط لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة مننا ومتاعا إلهين وإذا قيل له متقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنتقوا مما رذتكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقدهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونطف في السور بيذاهم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرطدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهبرون فاليوم لا كلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأدواجهم في ظلال ألا الأرائك متكبون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاد اليوم أيها المجرمون ألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعني بدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إس لوحا اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبكوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نعنره نكسوا في الخلق أفلا يعكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليمذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن لا خلقنا لهم مما عملت عيدينا أنعاما فهم لها مالك منون وظللناها لهم فمنها رقوب ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محدعون فلا يهدن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهيي العذام ويرمين قل يهييها الذي أنشىها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلك مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه كنجعون